موسيقى زلزالا يهدد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فبيدن يعلن تخلي عن إسرائيل وعدم تزويده لها بالأسلحة على استمرار عملياتها في رفحة الفلسطينية ويحذر من عواقب هذه العمليات ويخشى نفاذ صبر مصر التي يحرص على علاقته معها وفي تغطيتنا نتابع معكم تطورات الأحدث موقف أمريكا من حليفتها إسرائيل يتحول من الدعم المطلق إلى تهديدات وتحذيرات صريحة خشت نفاذ صبر مصر مما يحدث من جانب قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية حيث شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تطورات واشتراطات غير مسبوقة بعد أشهر من الدعم اللامحدود والذي قدمته واشنطن لطل أبيب منذ أن بدأ الكيان الصهوني حربه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر فوفقا لنبأ عاقل عبر فضائية القاهرة الإخبارية أكد بايدن في تصريحات له أن العملية العسكرية في رفحة الفلسطينية تتسبب في مشكلتنا مع مصر وهم يحرصون على علاقتهم معها وعلى المساعدات التي قد تقدمها وهذه رسالة قوية منه على الموقف المصري الحاسم بشأن الأوضاع في غزة حيث إنه يخشى نفاذ الصبر المصري أعلن الرئيس الأمريكي في تصريحاته أن واشنطن لن تقدم أسلحة وقذائف مدفعية والتي تستخدم تاريخيا في هذا النوع من المعارك لإسرائيل حال اكتياحها رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة فضلا عن أن تل أبيب لن تحصل على دعم واشنطن إذا دخلت المناطق التي يحتمي فيها النازحون في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة أعلن بايدن للمرة الأولى أن القنابل التي قد تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمها جيش الاحتلال في قتل المدنيين في قطاع غزة وهذا أول اعتراف مباشر من أكبر مسؤول أمريكي عن قتل إسرائيل لمدنيين عزل في القطاع هذه التهديدات والتحذيرات التي أطلقها بايدن أتت في أعقاب إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق بلاده شحنة عسكرية تشمل الألاف من القنابل كما أشار مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تجري حالياً عمليات مراجعة جديدة أخرى للأسلحة التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل ألقت تصريحات بايدن بظلالها سريعاً على الأوساط الإسرائيلية حيث كشفت وسائل إعلام في تل أبيب أن هذه التصريحات بمثابة زلزال حقيقي يهدد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الراسخة على مدى عقود طويلة كما أنها قد تثنى إسرائيل عن المضي قدماً في عملياتها في رفح الفلسطينية إلى هنا مشاهدين تكون انتهت تغطيتنا كنت معكم أنا رانا عبد الرحمن نتابع معكم تطورات الأحداث على مدار اليوم إلى اللقاء